فيما تعلق بالقمة العربية هل هناك فعلا أو ما زال هناك فعلا أمل ولو ضئيل من أن تخرج بأي قرارات فعليا تغير من الواقع شيئا خصوصا فيما تعلق بقطاع غزة يعني عشرات القمة العربية لم تغير شيئا من الواقع وربما هي التي أوصلت الأوضاع لما وصلت له الآن فماذا ستقدم وتؤخر الآن عادة سؤال صحيح ولكن ما تراه الآن في العالم انتفاضة شعبية كبرى انتفاضة حقيقية شعبية عربية ودولية بصورة لم يسبق لها مثيل في كل التاريخ الصراع الفلسطيني والنضال ضد الاحتلال بالتالي هناك تغير نوعي والشعوب العربية لا يمكن أن تقبل استمرار الأحوال كما كانت وهذا سيلقي بظلاله على الأوضاع الداخلية في كل بلد لذلك أنا برأيي إذا كانوا في الماضي لم يستطيعوا أن يصلوا إلى نتائج مهمة فهذا الآن واجبهم وإلا أنفسهم سيواجهوا مشاكل في داخل بلدانهم ما يجري للشعب الفلسطيني ليس فقط جريمة وليس فقط محاولات تطهير عرقية وليس فقط إبادة جماعية الأمر أخطر بكثير من أي وقت مضى أن يصل الأمر إلى حد إغلاق كل وسائل الاتصال ومنع الاتصالات اللاسلكية والهاتفية والإنترنت لإخفاء معالم الجريمة اليوم رأينا على شاشات التلفزة كيف أن الناس لا تستطيع أن تتصل بسيارات الإسعاف كيف تقصف البيوت وتقصف المنازل والجرحة لا يجد من يستطيع أن ينجدهم هذه جريمة وحشية لم تحدث من قبل ودعني أقول قبل قليل كانت هناك عصابات إسرائيلية تعتدي على المواطنين العرب في الداخل وتحاول أن تهاجم الطلاب في مراكز سكنهم نحن نواجه هجمة فاشية خطيرة والآن أنا أعتقد أن يتقاعس من العرب عن القيام بواجبه سيجد مصاعب كبيرة مع شعبه في الأيام القادمة